العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وركزت على النورواناتومي والبراين وشفت أهميته في الفيسيولوجي وفي الأناتومي واليوم بإذن الله عز وجل رح ناخد الانفكشن of the central nervous system ويعني ما في شك أنه one of the most dangerous most serious infections is the infection of the central nervous system طبعا more importantly أكيد and more seriously البكتيريال infections ببساطة دائما يعني على حسب نوع الأورغن بتكون الcomplications والconsequences فإحنا بنتكلم على يعني brain يعني functions of all the body control of everything يعني very delicate very sensitive very complicated وبالتالي هذا بيعطي أهمية كبيرة للإنفكشن اللي حنتعرف عليها اليوم بإذن الله حناخدها كده step by step وإن شاء الله إنه ربنا سبحانه تعالى كده يسهلها على الجميع طيب generally كده تتقسم الإنفكشن إلى meningitis يعني infection of the meninges of the brain كلكم معارفين الأناتومي انكفاليتس يعني infection of the brain برينكما والمنينجيو انكفاليتس both meningitis and انكفاليتس طبعا عندنا في other conditions like brain abscess هذي حنمر عليه كده مرور سريع و sub and epidural empyema انتو كلكم عارفين الأناتومي والهيستولوجي وال blood brain barrier كيف انه cns is well protected against microbial invasion وكذلك blood cerebrospinal fluid barrier عشان كده احنا لازم نعرف انه في pathways cns infection الباثويس طبعا اما عن طريق البلد هيمتوجينيس او دايريكت دايريكت زي التروما او سبريد فروم ساينتا سايتس او اوتايتس ميديا او ريترو غريد عن طريق النيرف اكسونز وهذه يعني this pathway is loved by viruses ف اهم حاجة نعرف انه كيف البكتيريا gain access للاشياء هذه مثلا السورس of infection فين يعني غالبا في مثلا sinusitis او اوتايتس ميديا هذه بتعمل spread direct spread لانه complication of any bacterial infection احنا هنا يعني اكيد طبعا focusing على bacterial infections ف complication of any bacterial infection is spread تمام فال اوتايتس ميديا وال sinusitis واحدة من ال complications حقتها اذا ما تعالجت بشكل كويس وفعال و early one of the most يعني possible complications is to spread mastoiditis مثلا في الوتايتس ميديا وبعدين تعمل المنينجايتس directly كذلك الفراكشور اللي اخدتوها في case 10 حق الroad traffic accident لو عمل لي skull fracture open fracture يعني compound يعني صار في communication ما بين external environment و csf طيب كذلك عندي مثلا النيمونيا one of the common complications of pneumonia انها طبعا هتروح عن طريق البلد وحنشوف كيف هتوصل للمينجيز في البداية يعني بداية البكتيريا ايش بتعمل بيكون في مثلا خلينا ناخد على سبيل المثال مثلا السينتا سايتس والأوتايتس او النيمونيا تمام او مثلا النسيريا من انجيتيتز اللي هي اللي هي بتروح عن طريق مثلا خصوصا في الاماكن اللي فيها بتوصل الى الثروت من يعني الشخص اللي هو شايلها ككارير اذا عطس او كح في وجه شخص اخر مثلا ووصلت الى الشخص اللي هياخذ الانفكشن فايش اللي بيحصل البكتيريا دائما البكتيريا الخطيرة اللي بتعمل لنا انفكشنز بيكون عندها فيريولانس فاكتورز احنا بنعمل في انه فيريولانس فاكتورز يعني عوامل خطورة وعوامل مثلا يسموها خبث او عوامل قوة لدى البكتيريا بتساعدها فيريولانس فاكتورز انها تعمل اول حاجة كولونيزيشن كولونيزيشن يعني استابلشمنت اوف دا احنا ربنا شبحانه وتعالى مثلا حاميلنا الميوكوس الميوكوزا باشياء كثيرة عندنا مثلا الاي جي اي انتيبودي البكتيريا هذه بيكون عندها فيريولانس فاكتورز هي الاي جي اي بروتييز بيكون عندها البلي والفنبري ساعدها انها تعمل التاتشمنت تمام فلما تعمل البكتيريا انفيجن للاشياء هذه للاي جي اي وتعمل التاتشمنت بعد كده تبدأ تسوي ملتيبليكيشن تمام اوفر جروث على الابيثيليم ولنفترض انه احنا هنا بنتكلم على الثروت الكلام هذا ممكن يمشي في الساينسيز ممكن يمشي في الميدل اير انفكشن تبدأ بعدين البكتيريا بعض البكتيريا الخطيرة مثلا زي بعض انواع الستريبتوكوكاس نيمونيا وكذلك مثلا الهيموفلس انفلونزا هذول عندهم حاجة اسمها كابسول الكابسول هذا يحميها من الاميون سيستم الكابسول كيف يحميها من يعرف يا شطار يلا بسرعة خلوكم صحيح معنا الكابسول في البكتيريا ايش اهميته ايش يسوي كيف يعني يحمي البكتيريا من الاميون السيستم الصوت واضح ولا في مشكلة في الاتصال اي واضح طيب البكتيريا الكابسول يمنع تمام يمنع الفاقوسيتوزز وبالتالي البكتيريا راح توصل وتدخل وتأخذ راحتها وتوصل للبلودستريم تمام في البلودستريم طبعا في احتمالات كثيرة ممكن تحصل ممكن يحصل حاجة اسمها ما هي موضوع عن اليوم هي انها تسوي ملتبليكيشن في البلود وهذه حاجة خطيرة جدا الشيء الثاني انها راح تروح عن طريقة البلود توصل الى طبعا توصل الى البرين بواسطة يعني ميكانيزمز معينة حنشوفها كذا بعد شوية فهذه طريقة الهيمتوجينس سبريد كيف بدأت البكتيريا بالكولونيزيشن عن طريق الاي جي اي بروتييز والاتاتشمنت بعدين كيف عملت انفاجين اميون ايفاجين ووصلت للبلود ستريم بعد البلود ستريم كيف هتوصل للبرين طيب هتوصل للبرين كالتالي في عندنا في البرين لونه نرجع شوية قبل ما نوصل للبرين نوريكم نرجع للسلايدات حقتنا زي ما انتو عارفين في الأناتومي عندنا البيا متر بعدين ايش يجي بعدها اراكنويد ايوه تمام وبعدين تمام وفي عندي المكان هذا اللي انتو شايفينه هذا هذا المكان اللي بتجلس فيه البكتيريا بتعمل طيب كيف توصل لهنا عندنا يعني هي الآن اتفقنا قبل شوية معاكم انها وصلت للبلد بعدين في عندي البلد برين باريير اللي هو البلد فيزلز مع البرين تيشو هذا صعب جدا صعب جدا قليل احيانا من جوة داخل المونوسايت ممكن تدخل طيب الصوت بيقطع من عند البلد برين باريير طيب البلد برين باريير is very difficult to enter is very difficult نادر جدا او قليل جدا احيانا تدخل البكتيريا تكون داخل البكتيريا داخل المونوسايت وتدخل دائري تبني عارج يا قطع صوت هذا الاسهل هنا في صنع عارج دكتور صوت وي قطع دكتور دكتور اشهد صوت من شكرا للمشاهدة 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 طيب نرجع لللي كنا بنقوله الآن عندنا التفقرة انه البكتيريا وصلت للبلودستريم صحيح الآن من البلودستريم صعب جدا في عندي منطقتين في عندي البلود فيزلز ما بين البرين تيشو تمام هذي في عندي هنا بلود برين باريير بمركس مهارا بدمير الأحيان داخل البلودستريم يملكون برينة ضلوخة منطقتين لكن هذا هو برينة مهارا برينة الحاية الأحيان المهارا برينة الحاية هل ترون هنا في بلود فيزلز تغذي الفنتركل الفنتركل اللي هي مكان تكوين إيش خلوكم سريعين معنا بس عشان نخلص سريبرو سباين تمام السيريبروسباين الفلويد أكيد هنا بيحتاج حاجات كثيرة ففي الهستولوجي هنا يختلف عن البلد برين بارير هنا يسموه بلد سيريبروسباين الفلويد بارير فالبلد فيزلز اللي هنا is more leaky لأنه بتطلع فيتامينز وبتطلع أشياء مهمة لتكوين السيريبروسباين الفلويد وبالتالي هنا easier for the virulent bacteria إنها زي النيسيريا مثلا مينجي تيتز أو الهيموفلس انفلونزا أسهل إنها تدخل من البلد سيريبروسباين الفلويد بارير طيب وصلت البكتيريا حتروح بعد كذا للسبارك نويد سبيس وهنا حتبدأ القصة القصة تبدأ كالتالي الصوت كويس واضح يا تمام وصلت البكتيريا إلى السبارك نويد سبيس إلى السي اس اف البكتيريا هذه بتتغذى على إيش ها يا شباب أيوة على الجلوكوز طبعا إحنا الكلام هذا إذا فهمنا هذا عبارة عن الباثوفيسيولوجي إذا فهمنا المحاضرة اللي جاية كلها حتكون عبارة عن خلاص تحصيل حاصل فبتتغذى على الجلوكوز معناها أنا السيريبروسباين الفلويد هذا لو أخذت منه عينة أحد علامات البكتيريا الإنفكشن أنه ألاقي الجلوكوز إيش فيه ناكس لأن البكتيريا لأن البكتيريا is utilizing or consuming the glucose طيب السيريبروسباين الفلويد جنرالي يعني الإميون سيلس فيه مرة قليلة تمام وصول البكتيريا هنا للسيريبروسباين الفلويد البلود فيزلز اللي في السبارك نويد سبيس حتبدأ تصبح يعني يسموها increase the permeability كرسبونس للإنفكشن للبكتيريا اللي دخلت فحتحصل increasing the permeability حتطلع تبدأ تهاجر أو تعمل migration الwhite blood cells وتحديداً النيوتروفيلز ويحصل في عندي cytokine response الكلام هذا كله بيعمل لي إيش هنا تتوقعوا لما تدخل الأشياء هذي كلها inflammation أحسنتو inflammation وإديما ممتازين inflammation and إديما الإديما هذي بتعمل إيش الساينز حقتها يلا نربط الكلينيكل مع البايزيك vasodilation ينفتح البلود بريم باريور تمام وواحد عنده إديما في المكان هذا بيعمل stretch على المينجيز هذا يشعر المريض بإيش أحسنتو والإنفكشن بحد ذاتها والسايتوكاينز والإنفلماتوري رسبونس بيعمل إيش الحرارة إيش أخبارها تمام تمام عشان كذا headache and fever تمام والمنينجي والمنينجي الإرريتيشن المنينجي إنفليم المنينجي طبعا يعني هذي بتسوي علامة كذا بيصير البايشنت عنده المنينجي الإرريتيشن بيكون مثلا كذا رقبته كذا مو قادر يحركها تمام فهذه الثلاثة علامات الكاردينال ساينز العلامات الأساسية للمنينجايتس اللي هي fever headache and منينجي الإرريتيشن طيب إذن حنلاقي هنا في السي اس اف زي ما أنتم شايفين بكتيريا حنلاقي فيه بروتين حنلاقي فيه نيوتروفيلز اللي يسموها بوليمورث نيوكلير سيلز وحنلاقي الجلوكوز ناقص هذا الكلام يعني فهمنا بدل ما نحفظ وحفظ طيب أكيد طبعا الموضوع life threatening يعني أحيانا البيشن يروح من الهدك والفيفر إذا حنتكلم على مثلا نيسيلي من اجتي دي من هدك وفيفر تصوروا خلال ستة ساعات ممكن يروح لكوما فالموضوع يعني is very important من ناحية time factor جدا جدا طيب في risk factors عندي مهمة الage هي صحيح أنه المينجاتس كان انفكت انيون ولازم تعرفوا الشيء هذا ما في أحد يعني عمر أو شيء معين ممكن نقول انه هذا ما يحصل لا لكن في ناس مور فالage factor مهم جدا it's very young it's very old اليميون سيستم مهم جدا فالناس اللي عندهم مثلا ايدز أو عندهم ترانس بلانت كيمو ثرابي cancer patients الناس اللي هم يعني عندهم asplenia مثلا شايلين الasplen اوكي فأي problem في اليميون سيستم هيكون more vulnerable وال crowded communities لأنه طبعا الovercrowded هذا بيصير في sneezing وفي coughing فحاجة مثلا على سبيل المثال زي النسيريا من انجي تيدز موجودة في الثروت حق 10% من الناس شايلين هكذا ككارير لكن مجرد ما 10% إلى 25% لكن لما يقص أو يقص في وجه أحد آخر راح تنتقله مباشرة وتعمل مشكلة كبيرة الشيء اللي أبغاكم تعرفوه المانيفستيشن أو ادفانست انفكشن خذنا المانيفستيشن الأساسية طبعا في علامتين كيرنينك ساين وبروتزينيسكي ساين إن شاء الله ستصيروا في الكلينيكل تتعرفوا عليها أكثر هي الفكرة فيها إنك بتسوي أو أنت تعمل examination للبيشن فبتسوي irritation للمنينجيز تمام فبالتالي بيحصل في يعني positive لو كانت المنينجيز يعني فيها مشكلة كذلك البيشن أصلا من البداية بييجي كذا ورقبته كذا ما يبغي يحركها متيبسة عشان ما يعمل من إنجي الirritation طيب لو كان unconscious إيش تتوقعوا الresponse مثلا في أحد يتوقع حاجة البيشن سيعمل resistance حيكون في resistance للكيرنينك ساين أو البروتزينيسكي ساين طيب المنفيستيشن مرة مهمة أنتم عارفين أن الـ CNS بتعتمد على الـ areas of the brain تمام ف كل ما كانت الـ infection advanced والبكتيريا الـ infection دائما قلنا خطورتها دائما وأبدا في spread فمثلا هي بتبدأ في المنينجيز لكن بعدين ممكن spread لإيش تروح لفين للبرين كمان أيوة تمام وبالتالي هنا تبدأ الأعراض مثلا cerebral dysfunction يعني الـ patient هذا لو تاخذ منه history أو كذا تحس أنه thinking عنده فيه مشكلة تمام cerebral dysfunction irritability photophobia مرة مهمة dislike لو زادت الأمور أكيد طبعا bad sign أنه يصير فيه لأنه معناها advanced infection للبرين الفوميتينج more common in children الفوكل نيرولوجي كريني النيرف بلسي كل ما صار فيه advanced للإنفكش ممكن توصل الأمور لهم ميباريس ليثارج دراوزينيس كونفيوجين أنكوتنهاس طبعا زي ما اتفقنا أنه كل ما تأخر الوقت كل ما الأمور هذه زادت أكثر وأكثر وتخيلوا بكتيريا قاعدة تسوي destruction للبرين تيشو فهذا الشيء ممكن يكون irreversible ممكن يحصل في permanent disability إعاقة دائمة والأخطر من كذا أنه يحصل death التحدي دائما في clinical features in children لذلك خلينا نعطيكم المسج هنا سواء في الكبار أو في الصغار أنه أنا هل أستطيع الشطارة أنه ألحق البشينت قبل ما يوصل للسيناريو الأسوأ detect early diagnosis and early treatment is the best outcome بإذن الله عز وجل فالشايل طبعا كل ما كان صغير كل ما كانت الأمور أصعب fever ما حيكون فيه source واضح refuse feeding vomiting الكراي يسموه كذا morning مميز هذا سبحان الله ربطوه بأنه في something going on the brain neck retraction هذا يعني شوية older لازم يكون child عشان تبين staring eye staring عفوا expression لكن عادة من photophobia تكون closed ممكن يكون lethargic هذه خطيرة جدا فإذا الطبيب أو الطبيبة ما لقى في source of infection واضحة في patient فمباشرة suspect meningitis ناخد عينة العينة من يعرفها العينة اللي بناخدها إيش اسمها أحسنت أحسنت لمر بنقشر بناخد بواسطتها spinal tab بنعمل احيانا يعني بيكون مزعج لكن هو طبعا في حالة واحدة هيكون critical اللي هي مين اللي هم مين اليميونو كومبرومايز فقط أوكي اليميونو كومبرومايز طيب لكن غير كذا أنا ما أخاف منه يعني ما عندي البرمننت برين داميج والأشياء هذه اللي بتكون في البكتيريا البكتيريا بايوجينيك بصفوربينج زي ما شفته نيوتروفيلز النيوتروفيلز بتبتلع البكتيريا يتكون عندي وبتموت مع بعض يعني معناها تكون عندي بص طيب الفايروس عموما أنتوا عارفين أنه يعني 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 الأعراض بتكون لكن للأمانة للأمانة في الوهلة الأولى ما حتقدر كطبيب على فقط history and examination only وكأنها بكتيريا خلاص ايش فايدة السلايدة هذي يا دكتور السلايدة هذي لو تتذكروا قلنا لكم أهمية النورمال فلورا فمثلا اذا حنتكلم على الثروت زي ما انتم شايفين نورمالي ايش في فيه عندي في الثروت نيسيريا بس زي ما قلنا في عشرة الى 25% من الناس فقط تمام عندي الهيموفلس انفلونزا تمام وهذه عندي الستريبتو كوكس أحيانا فيه سريبتو كوكس نيمونيا هذولي كلهم كنورمال فلورا في الثروت ممكن يروحوا يسوولي انفكشن في الاير وبعد كده الاير انفكشن سبريت تو 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 مينجيز ممكن يروحوا يعملوا لي مشكلة في الساينسز تمام يعملوا ساينسايتس انهم موجودين هناك فلو حصل مثلا بكتيريال ساينسايتس لسبب ما فهذه ممكن سبريت تو 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 حصل اشياء كثيرة فانا عارف اش في عندي في الثروت عشان كذا سسبكت الانفكشن ان سيريا طبعا لازم تنتقل من شخص الى شخص وتدخل بعدين من الثروت الى البلد وزي ما ورناكم في السيناديو اللي قبل شوية طيب انا حسألكم سؤال الان وانتو شطار وفاهمين بالنسبة للحالة حق فارس اللي حصل عنده open skull fracture تمام اش الارغنزم اللي سسبكت قالوا لكم في السيناريو انه اخذ prophylactic antibiotic طب اش ال سسبكت الارغنزم اللي عنده بالنسبة الفارس حصل البكتيريا ستأتي من اول حاجة نبدأ خطوة خطوة من السكال ممتاز السلايد هذي قدامكم السكال بيقول لك زي السكين تمام في السكين اشهر بكتيريا عندي الستاف احسنت وبالتالي وبالتالي لاحظتوا كيف الموضوع ما هو حفظ الموضوع فهم انا عارف اش فيه في السكال تمام اللي هي زي السكين اشهر حاجة الستاف عشان كده الارغنزم اللي انا متوقعه هنا هو الستاف لكن لو البيشنت متى اقول ستريبتو كوكس نيمونيا لو كان كومبليكيشن لنيمونيا يعني بكح وعنده وكذا وفجأة جاته وبدأت الامور تتطور اكثر فانا هنا في الحالة هذيك رح اقول ستريبتو كوكس نيمونيا او كانت ساينسايتس او اوتايتس ميديا رح اقول والله ستريبتو كوكس نيمونيا او في عوامل ثانية تعتمد حنشوف بعد شوية على العمر وكذا تمام لكن الترومة معناها هنا اكستيرنل سورس اكستيرنل سورس غالبا هيكون من السكن زي ما انتم شايفين هنا انا في عندي اماكن في الجسم اللي هي الاماكن المفتوحة زي السكن وزي الاوروفارينجس والجي اي تي هذا فيها نورمال فلورا لكن في اماكن استيرايل واهمها السيربرو سباين الفلويت فما في له نورمال ما في اي ارغانيزم بالعكس عليه حماية من الله سبحانه وتعالى كبيرة لاهميته واذا هنجي للبكتيريا اللي تكتر السور دقاط مع اني غيرت مصدر النت ضحين رجع ضحين رجع طيب حبيبنا نبدأ ب حديثين الولادة تتوقعوا البكتيريا اكتسبوها من فين حيكتسبوا الانفكشين البكتيريا من فين من البيرث كنال ممتازين من البيرث كنال عندي جروب بي ستريبتو كوكس وهي طبعا خطيرة جدا واحتمال الاي كولاي طيب الليستيريا هذه عشان نخلص منها مرة وحدة تجي في التو يونج او التو أولد لها علاقة بالضعف حق الاميونيتي وانتو عارفين انه الاميون سيستيم دائما يكون ويك في الاميونيتي وفي الاميونيتي بيري يونج لانه لسه ما حصل له طيب بعدين هتلاحظوا انه النسيريا من نيجي تيدز هذه موجودة في كل الفئات الثانية اللي هي ما عدا النيونيت اللي قلنا من البيرث كنالي طيب النسيريا من نيجي تيدز اتفقنا انها موجودة في عشرة في المية من الناس ويقولوها عن طريق الكافنج أو للآخرين كذلك هي طبعا ممكن تكون كوميونيتي اكويرد يعني كافنج والاشياء هالي تمام غير انه احيانا يحصل يعني اوتو انكيوليشن لها فهي طبعا او يعني following lower respiratory tract infection او upper respiratory tract infection زي sinusitis وال otitis medium لانها موجودة في الثروت الهيموفلس انفلونزا نفس الكلام طيب الهيموفلس انفلونزا ليش نازل تحت في نهاية الليست مين يعرف ليش اخر وحدة الهيموفلس انفلونزا ليش اقل الوحدة كانت طائم يمكن ممتاز احسنت صحيح 100% طيب التي بي هذا ما يهمنا كثير لانه ماهو خطير ماهو اكيوت هذا كرونيك ولونك تيرم وكذا زي ما انتم شايفين هنا هذه الاسكالب فلما يحصل عندي اوبين فراكشر معناها صار في كوميونيكيشن من برة الجوة فدخلت حسب المكان اللي كان فيه الحادث طيب هذا تكلمنا عنه من فين تجي الترانسميشن هذا الباثوجينيس مرة مهم وبرضو تكلمنا عنه بشكل سريع كده كل ما حصل اكثر كل ما زادت حق دخلت البروتين ممكن لا قدر الله الاكسوديت هذا او البص يعني يوصل لمرحلة انه ابستركت الاوتفلو ابستركت السي اس اف سيركوليشن طبعا هذا الكلام خطير جدا يعني ابستركت يصير في هايدروكيفالس فكرة السيناريو هذا اللي انتو شايفين والاسهم هذي اذا فهمناها هنفهم الاعراض ليش يصير عندي هايدروكيفالس من المنينجايتس من البص اللي بيقفل السي اس اف سيركوليشن تمام الايديمة بتزود الايديمة اللي قلتوا من الانفلاميشن والبيرميابيليتي بتزود الانتراكرينيال بريشر الانتراكرينيال بريشر زلادته خطيرة طبعا ليش بيصير عندي هذيك لانه اريتيشن للمنينجيز وستريتشنج للمنينجيز وطبعا الكلام هذا كل ما كان اكثر كل ما صارت السايتوتوكسيك اديما والسيجرز اللي هي الالكتريستي برين كلها حصل لها مشاكل ودمج وإلى آخره طيب ممكن توصل الامور إلى كومة في النهاية سيربرال اسكيميا سيربرال اسكيميا معناها صار عندي سيل انجوري اندث في البرين والبرين الريفيرسابول دمج زي ما انتم عارفين فممكن يخسر الانسان كل ما بيمشي الوقت الرسالة يعني هنا اننا نعرف الساينز والسيمتوم وكذلك انه كل ما الوقت بيمشي كل ما الاشياء هذه بتزيد والسيكولي بتكون اخطر والريفيرسابول دمج والوفاة فرصتها بتكون اعلى فالشطارة انه الطبيب يعرف الساينز والسيمتوم ما في بيشينت هيقولك انا ترى معايا مينجايتس لا انت تعرف الساينز والسيمتوم ما في سورس واضح يبقى انا على طول سسبكت المينجايتس خصوصا في البيدياتريك هذه بعد الوفاة زي ما انتم شايفين كيف البص هنا عادم الدنيا ويعني نسوي مشاكل كثيرة النيسير مينجايتس طبعا هي وزي ما انتم عارفين فضل الله في لها تطعيم اصبح الان حتى في الاطفال والكراودنس موضوع التزاحم وكذا اللي هو المملكة جزاه الله الف خير بتعطي التطعيم هذا للحجاج وبتلزم بشكل الزامي طيب زي ما انتم شايفين يعني اوقات قليلة جدا بس هنا كلمة على النسيريا تحديدا النسيريا من الجتيدس لما تروح للبلد عندها طريقين اما من البلد الى CSF وخلاص وهذا على يعني صعوبة ومشاكل الا انه في طريق ثاني اصعب اللي هو انها نفس البلد تعمل سبتسيميا يعني تتكاثر في البلد والبلد طبعا انتم عارفين يروح لكل مكان فتعمل حاجة اسمها من انجيوكوبسيميا مالتي اورغان فيلير هذه حالة يعني قاتلة عشان كذا واحدة من الاشياء اللي بتعملوا فيها لازم تشوف حق البيشنت اذا لقيتوا الراش هذا والراش هذا ما يروح مع الضغط زي ما انتم شايفين هذا سببه ايش الراش من يعرف احد يعرف شوفوا الطفل هذا ما صار له من يمكن مكتوب هنا انتم معانا ولا لا طيب طيب البكتيريا بتعمل في الاندوثيليم في الولز تمام فبيصير في عندي بليدنج على السكن يعني اذا كنت في المستشفى وفي يعني بيشنت وصل للطوارئ او كنت في المستشفى ووصلتك مريضة تمام او طفلة للطوارئ وفي ساينز او يعني مينجايتس على طول سوي اكزاميناشن لو لقيت الساينز هذه او الراش هذا معناها الوضع يعني في غاية الخطورة والمورتاليتي is very high على طول اي في انتيبيوتكس يعني التأخير هنا يعني كأنه يا لطيف يعني المورتاليتي بتزيد بشكل يعني خطير جدا الهيموفلس انفلونزا زي ما تفضلتوا فيه لها تطعيم والناس فيه لازال قلة ما بياخدوا التطعيم وهذول اللي بيجوكم في المستشفى اللي اخذين التطعيم ما بيجوكم للمستشفى طيب بالنسبة للستريبتوكوكس نيمونيا اخذناها في محاضرة كاملة وقلنا انها بتعمل نيمونيا وكذلك من الاشياء الاخرى اللي هي الوتايتس ميديا والساينسايتس كل هذي الثلاثة ممكن تعمل لكمبليكيشن وتروح الى الميننجيز تمام النيمونيا عن طريق البلد اما الوتايتس ميديا والساينسايتس الاجيسنت سبريد طيب تي بي زي ما اتفقنا ما اخاف منه كثير ولاه موضوع عن اليوم لانه تي بي كرونيك يعني انسيجيس الموضوع خاصة هو بيكون من الملياري تي بي بيروح عن طريق البلد وكذا لكن الموضوع هذا انا معايا وقت معايا مهلة مو زي الأكيوت بكتيريا المنينجايتس يعني دي سبايت انتيبيوتك تريتمنت وانتايم وكذا ستل المورتالي تي ريت اس فري هاي يعني عشرة الى خمسطعش من كل مئة شخص لازم يعني بيحصل لهم وفاة واحد من كل خمسة بيحصل لهم لونج تيرم دي سابيليتي فقدان للأطراف فقدان للسمع على حسب المكان اللي في البرين وكلكم اخدتوه عارفينه وحافظينه للأسف لو ما تعالج الشيء هذا زي ما اتفقنا بيحصل البص و البلص هذا ممكن يعمل الكرينيال نيرف بلسي هايدروكيفلوس فاسكولايتس امفاركشن اف دي برين تمام اسكيميا اوف دي برين ملتي فوكال نيولوجيكال ديفيسيت يعني الموضوع كريتيكال طيب زي ما انتو شايفين هنا اتفقنا انه احنا وريناكم ايش اللي بيحصل في الباثوفيسيولوجي وبالتالي في حاجة ايضا مهمة اللي هي التيربيدي التيربيدي النورمال سي اس اف بيكون كليير كليير مرة لكن لما يكون تيربيدي او كلاودي يبقى معناها في بص الكلاودي جاء من البص والبص جاء من فين تكون كيف البص انا شطار بسرعة كنت اطمنون انكم فاهمين ايو اشبه ابتلعت البكتيريا وماتوا مع بعض صح اه تمام النيوتروفل وجود النيوتروفل يكون بريدوميننس هذا سجست انها هذه بكتيريال فانت في حاجة اسمها اه اللي قلتوها قبل شوية للمبر بنكشر هذه يعني فورا اسويها لكن لو انا كنت في مكان بعيد في قرية في مستوصف على بال ما يروح المستشفى تمام اعطيله اي في انتيبيوتك اللي متوفر عندي طبعا الاموكسسلين محتاج سينسيتيفتي تيست وكل الانتيبيوتك محتاج سينسيتيفتي تيست حاجة سريعة ممكن برضو الواحد ياخد هستوري من البيشنت فاعطي البيشنت اي في انتيبيوتك احنا كنا نقول لكم دائما انه قبل الانتيبيوتك لازم اسوي ايش في العادة لما درسناكم المايكرو العام الماضي ايش قلنا لكم قبل ما اعطي الانتيبيوتك لازم اسوي ايش هاي شو طبعا سينسيتيفتي تيست سينسيتيفتي هنا ليش منقول لكم اعطي اي في اي في يعني على طول في الوريد احسنت احسنت وهنا في لايف سيفنج احسنت جزاكم الله خير ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا فانا هنا اذا بعيد عن المستشفى اعطي اي في وبعدين ينقلو بالاسعاف هيوصل للمستشفى في المستشفى طبعا الموضوع ما بياخذ مني دقائق دقائق اه اني ااخد العينة واعطي مباشرة ال 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 العينة هذه اتفقنا انه اه فيها بص معناها بكتيريال فيها اه لوجلوكوز هاي بروتين بيوريلانت ابيرانس معناها بكتيريال ورناكم طبعا هنا العينة في خطورة شديدة لازم اخذ اعمل حسابي اه في التعقيم وفي الاشياء هذه كلها والبس ماسك عشان ما يعني اجيب للباشينت او اعطس ولا شيء لا اراديا اه ال موضوع هذا كله لازم انتسيبسيز عشان ما يدخل شيء من الاسكن زي ما انتو شايفين هنا البرشير بيكون زايد في البكتيريال كلاودي نيوتروفيلز كده على عكس الفيرل الفيرل بيكون الامور يعني الابيرانس كلير الفيرل بيكون فيها لامفوسايت وليس نيوتروفيلز الجلوكوز بيكون غالبا نورمل والبروتين غالبا نورمل والمنظر بيكون كلير والبكتشر اتفقنا انها ما لم يكن الشخص لا قدر الله عنده ايدز او عنده يعني اي اي اميون كومبرومايز كونديشن فيما سوى ذلك الفيرل بيكون يعني is mild much mild than البكتيريا الآن بدون يعني في الغالب complications طيب بنشوف الCSF تحت المايكروسكوب وكذا بعدين بنعمل كالشر بناخد البكتيريا هذه بنسوي لها بنسوي له سنترفيوج بناخد الترسبات لانه البكتيريا طبعا ما حتكون كثيرة خصوصا في بداية الانفكشن فنسوي سنترفيوج وناخدها ونزرعها وزي ما انتم عارفين في احتمال كبير انه البيشن تكون اخذ انتبيوتك فحيقلل لهذا من السينسيتيفتي فعندي طرق اخرى فحناخد مثلا غير عينة الCSF اخذ عينة ثانية وازرعها من فين يا شطار ممتاز لانه احنا قلنا هذي بتمشي عن طريقة البلد الله يفتح عليكم ممتازين جدا ما شاء الله طبعا الPCR هذا ما نسوي روتيني لكن احيانا نحتاج خصوصا لو الاشخاص اخذين انتيبيوتك الاثر بلد ماركرز الانفلاماتوري ماركرز الاسي روتين والاشياء هذي كلها البلد كالشر زي ما اتفقنا هيفيدني كثير 75% من النوموكوكل هيكون positive اللي هي نوموكوكل يعني streptococcus pneumonia لما يقولوا meningيوكوكل يعني نسيريا meningيتيديس وهكذا قبل النومبر بنكشر مهم جدا مهم جدا انه exclude contraindication تمام اه اه الاكسترا ايش هو ايش تتوقعوا اللامبر بنكشر ايش هال contraindication high intracranial pressure احسنت وبالتالي لو انت suspected انه في عندي high intracranial pressure تروح تسوي CT scan طيب البيشنت على ما يروح على CT scan يمكن ياخد له نصف ساعة على ما يرجع او ساعة او ساعتين فانا في الحالة هذي ايش اسوي ممتازين ما شاء الله ريحتونا طبعا strongly recommended to perform cranial imaging before lumbar puncture in patients with focal neurological deficit new onset of seizure severely altered mental status Glasgow coma scale score تشوفوها ضروري كلها هذي علامات ال intracranial pressure عشان ما يحصل برين هيرنياشن يول كل بيشنت لا قدر الله لو عملت اللمبر بنكشر وفيه وفيه يعني very high intracranial pressure التريتمنت زي ما اتفقنا معاكم 30 دقيقة من وصول البيشنت المفروض يكون أخذ الانتيبيوتيك delayed انتيبيوتيك معناها poor prognosis فيه ناس بيقولوا لا تتجاوز ساعة فيه دراسات بيقول 30 دقيقة وهكذا بلد كالشر اتفقنا عليها البيشنت يتنوم بعدين يتنوم في ال هذا الكلام مرة مهم السيبسيز طبعا علامات السيبسيز مين يعني ما هو موضوع أنا بس مين كده بسرعة شاطر يقول لنا علامة أو علامتين للسيبسيز سيبتيسيميا سيبتيسيميا ايش معناها طيب انفكشن في البلد الانفكشن في البلد نوعين ممكن تكون ترانزينت يعني احنا لما نفرش أسنانا الصباح مثلا بيصير شوية بكتيريميا بيصير بكتيريا عند البلد وبتروح بالماكروفاجس فهذه نقول عليها ترانزينت بكتيريميا لكن سيبتيسيميا معناها لا البكتيريا بتسوي ملتبليكيشن في البلد والبلد مرة مغذلة للبكتيريا حتى بنزرع البكتيريا على حاجة اسمها بلد أغار فالسبتيسيميا معناها بيري سيريس انفكشن ملتبليكيشن أوف بكتيريا طيب مين يعرف علامة لأي علامة كده تتوقعوا في الفايتل ساينز مثلا تكيبنيا هايبوثيرميا هايبو احسنت احسنتوا الفيفر ممكن تكون هايبر أو هايبو ممتازين تكيبنيا في التنفس هايبوتينشن هايبوتينشن لأنه بيحصل في فازو دايليشن والبلس أكيد بيكون ريفليكس زايد هذه للتذكرة كلكم عارفين اهو شطار دايما كده أول حاجة كده الطوبة الأولى وبعدين نبني عليها الطوبة الأولى عندنا هنا أحفظوها آي في سيفترايكسون أو سيفوتكسيم هذا طبعا ثير جينيريشن كفالوسبورين ثير جينيريشن كل ما طلعنا في الجينيريشن في الكفالوسبورين معناها نغطي قرام نيجاتيف أكثر وأكثر وإحنا هذا اللي نبغى نبغى بروتس بكترام أنتيبيوتيك بوزيتيف زائد نيجاتيف السيفوتكسيم يناسب الأطفال الصغار عشان الماتيوريشن حق الليفر يكون لسه موقد كده فالسيفوتكسيم يناسب الروتطاع مثلا طيب زي ما اتفقنا حنبدأ نزود عليه فمثلا أزود أموكسيسيلين قاعدة عامة كده للإنفانس أقل من ثلاثة أشهر وللناس الأولد عشان موضوع من الليستيريا طيب لو أنا شاكك في أن الستريبتوكوكس نيمونيا هادي ريزيستنت تمام والأحسن أنه أنا أشك من البداية وخلاص فأنا طبعا في الريزيستنت جرام بوزيتف زي الستريبتوكوكس نيمونيا أو الستاف أوريس بنغطيها بالفانكومايسين يعني مثلا احنا اتفقنا أنه البيشن تحقنا اللي هو حصل له سكال فراكشر واتفقنا أنها جاية من السكالب فأنتم متوقعين قلتوا أنها ستاف أوريس صح ولا لا تتذكروا الستاف أوريس في منها نوع عادي وفي منها نوع ايش ايش اسمها ايش اسمها ايوة ايوة انا هنا في حالة فأنا ما نفاضي أشوف هي فأنا من البداية أتوقعها إنها وعطيله فانكومايسين وعطيله من البداية فانكومايسين وعشان موضوع لو كان في معاها حاجة غرام نيجاتف فأعطيله السفترايكسون هذا بالنسبة لحالة الفارس اللي يعني خروج سريع عن الموضوع نرجع للموضوع أنا اتفقنا إنه عندي سفترايكسون لو العمر كان يعني صغير جدا أو أولد في رسك لليستيريا فحزود الأموكسيسين كيف حبيبي؟ ما سمعتك؟ العلاج وحلاحق البلوت كالشر أشوف يمكن ألاقي منها معلومة وهكذا خلاص طلعة النتيجة أعدل على حسب النتيجة زي ما اتفقنا إنه مثلا إحنا بدين مثلا بالسفترايكسون المنينجايتس ما لم يكن في كونترا انديكيشن أو في ممكن في بدائل أخرى زي الكلورم فينكول وهكذا طيب النيونيت النيونيت أبداله بالسفوتاكسيم زي ما اتفقنا وأبداله بالأموكسيسين عشان الليستيريا تمام لو كان عنده جروب بيتا هيموليتك ستريبتو كوكاي أيضا سفوتاكسيم بينفع أحيانا إذا ما كان متوفر أو كذا ممكن أموكسيسين مع جنتمايسين لأن الجنتمايسين ما هو قد كذا ما يوصل ما يقدر يعدي بشكل كويس من الأشياء المهمة اللي بنعطيها بس لازم من البداية في البكتيريا المنجيتس خصوصا إذا كانت السي اس اف فيله كلاودي كذا إننا نعطي كورتيكوستيرويد طيب مين يعرف ليه الكورتيكوستيرويد إيش فايدته عشان نمنع أنه البلد برين باريير يصير له يعني ينفتح عشان ما سير باز داي ليش بسبب الامين سيستم قريبة يعني أحسنتي هي الفكرة إنه الانفلاميشن الانفلاميشن أنا مشكلة الانفلاميشن الشديد هذا عندي بيزود زي ما تفضلت الليكيج وبيزود الإيديمة وبيزود المشاكل هذه كلها وبالتالي أنا أنا أبغى يعني أسيطر على الموقف فالكورتيكوستيرويدز وجدوا إنها سبحان الله حتى بتقلل الهيرين جلوس ونيورولوجيكال سيكول لكن في البداية لازم تكون من الفيرست دوز أوكي طبعا أتجنبها في حالة التيبركولوزيز زي ما أنتو عارفين بالنسبة للبيشنط اللي عنده أوبين سكال فراكشر هنا ما أحتاج من البداية أعطي له بروفيلاكتك أنتيبيوتك وعمل كلينين يعني ما يكفي الأنتيبيوتك زي واحد بيحط يعني هنا ضروري أنظف وأعمل وهذا اللي حصل أثناء العملية الجراحية أو الكرين يوتون طيب أكيد البريفنشن فاكسينيشن رقم واحد فاكسينيشن النسيريا الحمد لله لها فاكسينيشن الستريبتوكوكس نيمونيا في لها فاكسين الهيموثلاف انفلونزا في لها فاكسين طيب الكلوز كونتاكتس لو واحد جاك في المستشفى وعالجتي وبعدين تبغي تشوفي أنه ضروري جدا السكرينينج أو يعني الواحد يتابع الكلوز كونتاكتس فيأخده بروفيلاكتك أنتيبيوتك طيب نجي للفايرل منينجايتس غلقنا إن شاء الله كده البكتيريا الفايرل كلمتين صغيرة وسريعة باختصار شديد زي ما اتفقنا إنها ما عدا في الاميون كومبرومايز أو الانفنتس خلاص الانفنتس لأنه الانفنتس يعتبروا المناعة حقتهم فالموضوع كله يتعلق في المناعة فيما سوى ذلك الفايرل سيمتومز بتكون مايلد بس إحنا من البداية لا يستطيع لا أحد يغامر أو يقامر في البداية قبل ما أعمل اللامبر بنكشر وقبل ما تطلع عندي الانفستيجيشنز أول يومين أتعامل مع الوضع وكأنه بكتيريال وأعطي كل الدرقز اللي اتفقنا عنها طيب الفايروس أشهر فايروس تسبب منيجاتيس الانتيروفايروس الفايروس ما تروح كذا فمثلا الانتيروفايروس أول حاجة بتعمل غاستروانترايتس تمام غاسترايتس أو غاستروانترايتس وهي الكومونيست باثوجين فيرال منيجاتيس بعد كذا سبريد بعد ذلك سبريد بيكون فيه هيدك بيكون فيه فوتوفوبيا بيكون كل الأعرار موجودة فالبكتشر يعني صعب أنكم تفرقوا على محتاجين فلكن هي أشهر حاجة الانتيروفايروس طيب لو واحد عنده فيرال منيجاتيس بسبب الانتيروفايروس هل يعني هل هيعدي بمنيجاتيس مباشرة تتوقعوا لا أحسنتي ممكن الشخص الثاني يجي له غاسترونترايتس لكن الغاسترونترايتس الفايرل غاسترونترايتس بسبب الانتيروفايروس ليس بالضرورة أنها تسبب منيجاتيس طيب الهيربيس سيمبلكس ممكن الفاريسيلا سوستر البستانبار فيروس كل هذه تزيد فرصتها هي الهيربيس والأشياء هذه تزيد فرصة أنها تعمل فيرال منيجاتيس في حالة الاميونو كومبروميز لكن في الأحوال العادية الانتيروفايروس هي الموست كومون في الهيلثي بيبول أنها تعمل كومبليكيشن للغاسترونترايتس إن سم بيبول أنها تعمل لهم فيرال منيجاتيس ترانسميشن زي ما اتفقنا بالنسبة للانتيروفايروس هيكون غاسترونترايتس والفايروس الأخرى على حسب نوع الفايروس بعضها وهكذا الله يكرمكم بالنسبة للانتيروفايروس أيضا موضوع الدايبرز موضوع الووتر أكل ملوث بالستول وهكذا الانتيروفايروس هنا ليش هنفهمه بس عشان نعرف البكتشر حقه الـ CSF هنا اللي بيحصل انه الـ الـ هنفلوماتوري سيلز هنا بتكون لمفوسايت الليمفوسايت هي اللي بتروح كرسبونس للفايرل انفكشن أكومليت في الـ CNS و ترليز انفلوماتوري سايتو كاينز والانفلوماتوري سايت كاينز هذه بتعمل الانفلاميشن وبتعمل الفيفر والأعراض هذه كلها لكن زي ما تشايفين هنا ليمفوسايت بينما في البكتيريا اللي إيش كانت نيوترفين بس خلاص كده انتوا صرتوا عباقرة ودكاترة كبار جدا ما شاء الله أوكي التيمفول هي مهمة أيضا في بعض الفيروس فحنلاقي هنا الـ عالية لكنها ممكن نعمل بي سي آر لو ممكن وكلكم تعرفوا الـ والبي سي آر ممكن لو أنا شاكك في الانتيروفيروس أعمل ستول سواب كذلك بنعمل سي تي ام آر آي أحيانا بيعملوا EEG سببورتف تريتمنت منيتول عشان موضوع الانتراكريني البريشر والبرين إديما احتاج انتفار الكيمورثيرابي في الناس اللي هم إميونو كومبرمايست لو كان عنده HIV هارت لو كان هيربيس سيمليكس سايكلوفير وكذا الفنقل حقيقة نادرة جدا الرسك في أكتورس طبعا انه يكون البيش انتاعد على استيرويد خصوصا افتر ترانسبلانت ومحتاج تريتمنت وذ انتفانج ميديكيشن طيب البرازيتك هنا بيكون انفلاماتوري يعني ما بيكون البرازايت نفسه لكن الانفلاماتوري ريسبونس حق البرازيتك كرياكشن يعني الاميبك تجي من الشرب او السباحة في مياه ملوثها عشان كذا بتلاقوا انه دائما المسابح بيحطوا فيها كلور لكنها خطيرة جدا جدا لا قدر الله لو حصلت انفكشواس ما هي موضوعنا ابدا الهادي انشاء الله في المدسين يمكن الحاجة الوحيدة اللي قريبة مننا موضوع اللوبس اللي هو اميون اميون رأكشن فبيسوي ساينز لايك مينجايتس موضوع الانكفالايتس انكفالايتس يعني انفكشن اوف دا برين برينكيما الانكفالايتس ممكن يجي ككومبليكيشن للبكتيريال مينجايتس كومبليكيشن للبكتيريال مينجايتس لكن انكفالايتس كده الوحده غالبا بيكون فيرال اوكي بريدو مننتلي انه يعني انكفالايتس كده الون بيور انكفالايتس هذا بريدو مننتلي كوزد باي فيرس زي الهربس سيمليكس 2 هربس سيمليكس 1 الريبز عادكم الله خطير جدا السايتوميجالوفايروس تمام وغالب الاشياء هذه زي ما اتفقنا يعني بتكون في الاميونو كومبرومايز الانديفجولز المانيفستيشنز اكيد انتوا فاهمينها في في فار هيدك اولتر مينتل ستيتس سيجرز فوكال نيرولوجيكال ديفيسيت زي ما انتم شايفين هنا CSF كيف هيكون كلكم عارفين موضوع الريبز خطير جدا مالو انتي فيرال لكن في بوست اكسبوجر اميونو غلوبولين بسيف اميونيتي هاي تايتر وضرورية جدا البرين ابسيس البرين ابسيس هذا من فين جانا البرين ابسيس يعني البرين ابسيس والد اوف كليكشن اوف بس سراوند باي فيبرس كبسول وذن البرين برين كما هذا عادة بيكون كوملكيشن اوف اوتايتس ميديا ساينوسايتس احيانا دنتل انفكشن تمام هيمتوجينس سبريد فروم انفكت سايت الابسيس دائما بيكون ميكسد يعني فيله ايروبك وان ايروبك بكتيريا وغالبا الستريبتو كوكاي والستريبتو كوكاي هذه غالبا جاية من اوروفرينجي الوريجين تمام يعني افتر دنتل مثلا بروسيجر واحد فمه مليان بليك وكذا وراح وسووله خلع قبل ما ينظفه فدخلت البكتيريا هذه بكميات كبيرة للبلد وصلت سوت يعني برين اابسيس البرين اابسيس طبعا علاجه صعب جدا احنا الابسيس في الاماكن الثانية من الجسم ايش منقول علاج ايش القاعدة عندنا العامة يا شطار سيرجري تمام سيرجري عشان نعمل هنا المشكلة في البرين طبعا خطيرة شوية لانه البرين زي ما انتم عارفين اشيل اي حاجة معناها هافقد الفنكشن في الشي اللي شلته ف في البداية بيحاولوا انه يعني يعطوا امبرك بروت سبكترم انتيبيوتكس زي السيفتراكسون مع الميترونيدازول الميترونيدازول ليش اعطيناه ليش لش الانفلاميشن لا الميترونيدازول is انتيبيوتك ابغى اغطي مين استهدف كوش بكتيريا بالميترونيدازول ممتازين يستهدف فيها الانايروبك بكتيريا فانا هنا دائما احفظوها الميترونيدازول مينليوز تكفر ذا اانايروبك بكتيريا وانا ليش ساسبكتد انه في عندي اانايروبك بكتيريا لانه في عندي ابسس زي ما انتو شايفين هنا هذا هو الابسس المشكلة انه السيرجيكال انترفينشن هنا زي ما اتفقنا خطير فبيعتمد على عوامل كثيرة لو عندي مثلا سمول ملتبل ابسس هذه يعني الواحد لو حي شي لها معناها حيخرب الدماء كله لقدر الله لكن لو كان سينجل فهنا على حسب السايز اذا كان سمول ولا كان لارج والقلاسكو كومو سكيل كيف وهكذا ودائما الارلي تريتمينت اف اودونتوجينيك ان سينس انفكشن از امبورتن تو بريفنت تبريين ابسس السبديورال الابديورال امباييما هذا هو زي ما انتو شايفين سبديورال يعني تحت الديورة تمام ابيديورال ايش معناها او بالضبط كاتب لك هنا الديورة مطر بيلد اوف سكال تمام هذه يعني كذلك احد اسبابها كومبليكيشن للساينسايتس او الوتايتس ميدي واتفقنا انه بما انه في ابسس معناها في عندي ايروبك وان ايروبك بكتيريا وغالبا الاستريبتو كوكاي لانه الاستريبتو كوكاي هي اهم سبب للساينسايتس والوتايتس ميدي هي والهيموفلس انفلونزا الاثنين هذولي في الساينسايتس والوتايتس ميدي لانهم موجودين كنورمال فلورا في الثروت في الوروفارينجس طبعا هنا بيكون في عندي انترا كرينيا المشكلة يعني زي ما انتوا شايفين هنا هنا لازم اسوي درينج عشان اشيل الضغط هذا او البرشار عن البرينجس حقيقة يعني اشكر جدا كريم متابعتكم واتمنى ان شاء الله انه نفعناكم بشي يفيدكم في مستقبلكم وتقدروا تقروا عن الموضوع احنا يعني الوقت مرة ضيق فيمكن مشينا بسرعة سامحونا اي اسئلة او استفسارات انا اعطي الايميل للليدر اللي عندكم تقدروا ترسلوا لنا على الايميل في اي وقت جزاكم الله خيرا وسامحونا على اي تقصير يعطيكم العافية وبارك الله فيكم الله يعافيكم وبارك فيكم موفقين ان شاء الله اشتركوا في القناة